تونس تونس يد وحدة وصل صوتك مرحبا بحدينا بسيد مصطفى بن حمد عضو كتلة الحرة بمجلس نواب الشابسي مصطفى مرحبا وبيك تحية ليش شكرا شكرا جزيلا أهلا وسهلا البارح كان فما الحاح بتلب الرد أو التعليق على كلام سيد رذاب الحاج مدير اللاديوين الرئاسي وأيضا العضو السياسية الجديدة لحزب نيدا تونس على تصريحات تقالت حول محسن مرزوق أنه هو سبب الأزمة في نيدا تونس أنه فشل في الحزب وفشل في الرئاسة أنه تقريبا هذا الكلام اللي تقال سي مصطفى بن حمد تحب ترده على هذا أو فما كلام آخر تحب تتوضحه والله يعني نحبوش نرده على كلام هذية فقط نحب نرده على كلام هذية جزء من سياق الحملة حتى ذا كان حملة حملة منظمة ذا كان معناها توصل درجة قلباني حقائق المستوى هذية حقائق واضحة فأنا هو وضوح الشمس فأنا استوجب أن نوضح المسألة هذية نوضح المسألة هذية فيما يخص مقاله سيد رئيس ديوان سيدة الرئيس فأنا هذية توا نرجعوه لكلة خبر تسيريذا لأن سيدة الرئيس معناها في مصاره السياسي ما عملش مصار سياسي كبير معناها كان في الحزب الشيوعي التونسي ما هوش في قيادات الصف الأول ولا حتى في الصف الثاني سيدة الرئيس معناها نعرفه إنسان دافئ متخلق متربي ما كانش بيرز في وجه قيادي ولا حتى على المستوى الماني في المحامات اليوم هو بيرز هو اليوم بيرز معناها هنا لا يؤثر على حكمه على الأشياء على تقديره الأشياء وعلى استنتاجاته نيه قلت له سيريذا معناها يلخص أزمة حزب نتا تونس بأنه سي محسن مرزوق معناها نقول أنا سيريذا في العام الفارت في عام ناول فمن فين هو أخذاء معناها قيادة العركان تعالى لخطيته السعر هو انتلاك الخلاف ما بين شك من النقابين وما بين سيد حافظ قيد سبسي لما تولى مسؤولية الهيكل معناها بداية التجاوز وتتظهر وقتصير إذا انظمنا وهو تزعمنا وهو أول ما نسان انتقب كلمة التوريث نيه وهو لتخلي معناها في واجهة مفتوحة حتى مع سيدة الرئيس ثم مرعنا أن الأمور هدئت هدئتها من الجميع يعني ما رجعناش موقفنا ما كنش نعتقدو وحتى حتى كان سيطايب باكو سيوردين بتيشة سيوريد جلات مجموعة من الأخوة اللى تصدىوا العملية لانحيرها في الأولى ثم أنه كملت العملية على الانتخابات الأولى وقتمت معناها بنجاح ثم أنا فيما بعد ذلك سيري ذا انتقل أنه أصبح مدير ديوان رئيس ديوان في الرئاسة معناها توقت قلت أنا معناها أزمة الحزب كان سيري ذا عارف مليح إلا عملنا كل سعينا بكل الوسائل أن ندفع الأمور إلى الأمام كان سيحاف قاية سبسي يسعى الأمور للدفحة للمأسق للبلوكاج لتجميد الأمور ودعاها وقتها نذكر في الأشعر الأولى بعد الانتخابات نعمل المجلس وطني وثم أنه معناها ضد الهيئة السياة طالب طالب حلان الهيئة السياة ما غير ذلك من المسارات هذيك ماذا يعني الآن سي مصر بن أحمد شو يهمنا شو يهم التوينسة ولا يهمكم أنتم اليوم أنتم خرجتوا وانتقلتوا إلى مشروع آخر انتهت العلاقاتكم بين إيداتور سفا أنه يحكم على محسن مرزوق بالفشل أو عدم الفشل أو ماذا يؤثر فيه لا هو مش يسهده في الشخص محسن مرزوق كأنه يعلم سيريداء أنه ما هو شي محسن مرزوق وحده في مصارعات المشروع معناها هذا كان جاء نتيجة تركمات اليوم معناها تم عملية أن تحصر المسألة في خلاف ما بين سيحسن مرزوق وما بين سيحافظ وما بين سيريداء إلا هو ما هوش صحيح هو هذا ينتجة تركمات عديدة واللي معناها سيمحسن مرزوق تلقى التحق تسلم في مكانه في الرئاسة والتحق معناها بالحزب واللي معناها أحنا ما نكونش نتفقوا في كل شي معاه لكنه على قل في الطريقة أحنا شفنا سعي حقيقي الإنقاذ الحزب من سيمحسن مرزوق يمكن الطرق اختلفنا معه رأوا في البداية فه وأنه السعي للإصلاح لإفشال أيضا لمش فقط مساعينا أحنا ومساعي العديد من القياه المساعي سيمحسن مرزوق اليوم قدنا نقوله على بابك كريم قلنا يا أخويا من غير عداء هذه تاقعة في السياسة اليوم أخذينا ظوز اثنية تم اناس خذات اثنية مؤتما الرصوصة وشاهدت ومنجر عليه وإحنا أخذينا اثنية إعادة البناء فإذنية على أساس أرضية معينة أنا وإياك هو البرنامج ومواقف معينة أنت انحرفت بهذا الموقف أنت حب تلزمني لولا الحزب أنت تكون نائب شبعانت لولا الحزب لولا حزب ليدا تونس ولولا أنا وأمثالي يكون ثم حزب هذا سؤال أنا ثم اشتراك في العملية هو لولا أنا وأمثالي اللي مدوا وجوههم باش يعيدوا الاعتبار والمصداقية فإن للمسألة كان يكون ثم حزب ثم التقاء الحزب أنا انكرت أنا سعيت باش إن ننقض الحزب لو أني قصرت في السعي إلى ذلك في الدعوات لكنه سيري ذا هو الذي قاد الحزب إلى هذا المأزق رذا بالحاج رذا بالحاج مابين هو معناها أقدم خدماته الرجل في دارة التدشور انقلبت انقلبت وطالما هو جاء هو لما نقترح محسن مرزوق ما تردتوش يا أنا هو مجموعة أخرى ترحو سيد محسن مرزوق هو لجانا وإحنا عيتنا وأقنعنا بأنه تغيير سيم محسن بسيط طيب معناها بعد شهرين نسمعوا معناها كلام اللي معناها خيانة إيشوها خيانة لو قال سفرت سفرت عقولها سمحني في الكلمة في صباتها باش أنا تاخذ بالخاطر أنه ومحاور تنقيلها في ذل نظام ديمقراطي وتخويل بعد إيش لو أنه سيد هذا فرنسا ويدور به العالم لو أنه هذا خايل كممكن السيد الرئيس يعطيه صنف الأكبر منه يسامن الجمهورية عليش هالاعتداء وهالشيطن هالبلاد هذي كلات برشة زعمها كلات نوردين بن خذر كلات محمد الشرفي كلات معناها عشرات كلات حيدة سيناجيب الشابي تم مسؤولية شخصية نعم لكن أيضا تم عقليا تدميرية وزاد أكدها أمس سيريدا العقلية التدميرية هذي على أنه هو نجح في ماذا نجح ترى أعطيني نحب نعرف أنا وقتل تقع من قام كلام كلام ريدا بالحاجة معناها يلغي أو يقصي كل إمكانية التقان هاريخر لا لا احنا نعمله في السياسة أخويا محنش نعمله في البنتوات وإحنا مش في عركة شخصية أنه ما نعرف مليح هو سيريدا مدي دي حتى الناس اللي كانت تخون فيه اللي كانت تتقل عن نفس الكلام اللي قلوا فيه على سيمو حسن اليوم اليوم هو أصدقاء في صحافة العسل أحنا نخدمه في قضية وطنية ونمارسه في السياسة نحنش في عركة داخلية مع سيريدا أو ما غيره أحنا الالتقان نجم يكون على الأصص اللي قاعدين ابن فاه سيمو صف بن أحمد هالأن وقت يقول رمو حسن مرزوق هو من منفرد بالرأي وغير قادر على العمل في مجموعة كلام غالط هذا إلى أي مدى كلام غالط هو سيريدا وقت لها أسس القوائم تعني دا تولس خذارة يشكون وقت لها عمل التعينات انتعلم معه تندين وللات هو انت لقى الساعة من تجده عمله مريدا بالحاج وقت لها عمل عملنا لجنة تحت سيمو حسن مرزوق أنا نقارن بالممارسة وقت لها معه سيمو حسن مرزوق عملنا لجنة باش تحدد تقترح على التعينات سيريدا وأصدقاء خلاها جانبا وعطى قائمة مباشرة الرئيس الحكومة أخرى ألا يمشوا به وقت لها سيريدا يقارن بمن أنا الرأى اللي مش يوضع على سيمو حسن مرزوق ولا غير سيمو حسن مرزوق هي الأليات والقواعد اللي نتفق عليه أنا قاعدين نبنيه في قواعد مع سيمو حسن مرزوق سيمو حسن مرزوق مش من جيدي جاء من جيل آخر جاء من جيل إلا كان القيادي لأنه عادي تبنيه في قواعد عادي تبنيه في قواعد نتعامل وطلقينا في توزر ولا حققناه نجاح في توزر أفشلنا فيه سنة كاملة هاش عملنا في توزر عملنا اليوم نظام داخلي كنت لم يكنش موجود نظام داخلي كان طابت التعليمات من فوق يجيبنا سيفادل بن عمران وريقة هز يدك هبت يدك ما ثم حتى نظام داخلي يضبط العلاقة ما بين الكتلة ثم اجتماعات عددية لا ثم التكوين لا ثم تحضير فأعملنا نظام داخلي هاش عملنا عملنا ميثاق شرف يربط مبيناتنا مستقر ابني الكتلة هاش عملنا في توزر عملنا فكرة أن نعد وفي مبادرات تشريعية في الإصلاحات الكبرى اللي كنا وعدنا به ولي ما نجمناش لأنها ثم ناس تقول لنا هل يجب الحزب عملنا ليكون مزيئ الحزب يكثر خيره لكننا عملنا نزم زيئ بش نخدمو الشعب بش نخدمو أشخاص اليوم تم الاعتراف بها رسميا كنت له رسميا اليوم وقع الأعلان علىها الاعتراف بين ذفرين اعتراف بها رسميا وقع الأعلان علىها لأنه الاعتراف تم معناها في المكتب في اشتكماع المكتب بأنها سوفيت عدد النواب اللي فيها ثم بعض أخوات قريت لهم في الفيسبوك وشوفتم اللي معناها عبروا على رغبتهم شروط القبول صعبة هي لا لا مايشي صعبة هي معناها الشروط القبول كنا حددناها في النظام الداخلي وفي الميثاقة الشرف عن أن احترام القواعد اللي وضعناها في توزر القواعد مايشي فهياش علم يدوني تتلخص فيه معناها ماهوشي آليم يعني نجم ينضم إلى الكتلة ويبقى مستقل دون ويبقى مالانضمام يبقى له معناها عليش سميتوها الحرة سيمستو بن حمد والله بش نقول لك وقتها وخرجنا من قصر كرتاج احنا وتعدينا بش نقعد ونقش المواضيع هل المواضيع التقليدية البديل الديموقراطي والكتلة الاجتماعية والكتلة كده معناها مواضيع استهلكت نسمع وقتها في أمال المثلوثي تغني كنا نسمع فيها في الكرهبة أنا حرة وكلمتي حرة من غادي جاءت اسم الكتلة الحر شكرا أمال المثلوثي لا قلت الإيحاء قلت الإيحاء ترمز أولا لحرائر تونس نعرف منيح رمزية ودور المرأة من قبل ثورة ومن بعد الثورة ترمز للحرية أيضا ثم بعض قراءة ثم أنا كلمة عندها معنى كبير الحب نربط هي مرتبطة بتسمية الحزب الجديد اللي بيشتعلنوا عليه مازلت عنا برشة مقترحات حول الحزب ثم برشة الحرة هي كتلة اسمها الحرة غدوة كي مش تعمل الحزب اسمه الأمل مثلا مايركموش على بعضهم نصور أنه اسم الحرة بيشكون كله في المؤقت كله في الانتقال لما تم الثنين مارس تكمل تم اللي جان أشغالها سوف وقتها نحسم الأمر ثم برشة مقترحات اليوم بدأتوا بتقديم مقترحات هي قوة مبادرة اليوم تحبوا تقولوا نحن قوة مبادرة ومشاركة ونحب نعطيه البرلمان لحد الآن ملعبش دوره نقوله نظام برلماني أو برلماني معدل في الحقيقة نظام بعيد كل البعد على البرلمان ونرى البرلمان قاعد يناقش حتى يصادق على المشاريع اللي عنده هو قوي يزكي حتى يصادق علي عنده 66 مشروع مقترح مشروع من الحكوم مشاريع قوانين اليوم هدايا ما بين أسباب التعطيل أنه ملتو ما دخلناش المعطة هدايا لهو البرلماني أنه لو دخلنا المعطة هدايا كنا نمشي على خطوات السلطة التنفيذية أو الاعتبارات السلطة التنفيذية ونتأثر بالتقلبات وبالصعوبات للسلطة التنفيذية من هنا يجبنا نأخذوا معناها أمورنا بدينها يجبنا نتعلوا الدستور ولو أنه ثم يكون يقول أنه ثم ثغرات ذرت في منظومة أنه تعطل بعضها المنظومة أنه البرلمان يعطل الحكومة والحكومة تعطل البرلمان والبرلمان يعطل رئاسة ورئاسة كذا معناها ثم بعضها ثغرات اللي مازال وقتها بيش نوصل للإستنتاج ذلك 66 قادرين بيش نكملهم لو أنه نسق معناها أنتعى البرلمان تدفع وإحنا مش نكونوا قوة دفع نقولوش أنا مش نحلوا معناش طيب مش نعودك الكلمة اللي مجوعة معناش عصصرية لأنا مش نعودها إحنا عنا عنا إرادة نحب وندفعوا بها الأمام مع بالتعاون مع الجميع شكرا سي مصطفى بنحمد عضو الكتلة الحرة بمجلس نواب الشعب برك الله فيك شكرا على قبول الدعوة بعد لحظات استقبل سيد خالد شوكيت نتقرسني باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب شنرجو للموضوع هذا حول المشاريع المعاطن هتقول حاجة سي مصطفى والله نحب نقول ومعناها في دعوتنا للإخوة راح نعرف إلا نختلف في المقاربات لكن يجب أن نفكر أن نلتقي لأن لنا موعد هامة تخص مستقبل البلادي وشكرا شكرا شكرا